لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطهرين أجمعين أعزائي المتابعين للقناة الفضائية الإسلامية الأحمدية طبتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم عليك الصلاة والسلام يا حبيبنا يا رسول الله إذ أحطت الضعفاء والمساكين ومن لا عزوة لهم أحطهم بسياج رعايتك ونصرتك ووجهت صحابتك وأدبتهم ألا ينظروا إليهم كما تنظر إليهم المجتمعات المادية نظرة ازدراء وتجاف وتكبر فعدلت معهم وحفظت لهم حقوقهم حين كان الناس يستغلونهم لضعفهم ولعدم وجود نصير لهم أعزائي أرحب بكم اليوم في حلقة من حلقات أسوة النبي صلى الله عليه وسلم في العدل وفي حلقة اليوم سأتكلم عن عدله صلى الله عليه وسلم في مجتمعي اسمعوا أعزائي إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القصة التالية التي رواها ابن ماجة في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والتي تبين كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وعدله مع أصحاب الحقوق والضعفة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف من أعربي دينا فجاء هذا الأعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه الدين الذي كان عليه أي أنه يطالب يقول له أريد ديني فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن هذا الأعربي أكثر من طلبه لدينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه قال له أحرج عليك إلا قضيتني أحرج عليك يعني أوقعك في الحرج أضيق عليك إلا قضيتني ديني إذن جاء هذا الأعرابي مطالبا بحقه ولكن بشدة الخلق كانت طريقته فيها عنف فيها أذى انزعج الصحابة من أسلوب هذا الأعرابي وانتهروه وزرجروه قائلين ويحك ألا تدري من تكلم يعني هو يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال الأعرابي قاله إني أطلب حقي هو يطالب حقي فكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الأعرابي كان غليظا شديدا محرجا في طريقته انظروا أعزائي يا الله توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال لهم هل لا مع صاحب الحق كنتم هل لا مع صاحب الحق كنتم يا الله ما أروعك ما أروع أدبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقك أدب النبوة هل لا مع صاحب الحق كنتم يؤدبهم يعلمهم كيف تدافعون عني وتقفون ضد من هو صاحب الحق عليك الصلاة والسلام يا رسول الله هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم دافع النبي صلى الله عليه وسلم ومنبها أصحابه كان من اللائق لكم كان من اللائق بشأنكم أن تكونوا مع صاحب الحق وتقفوا معه الذي هو الأعرابي ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت قيس الصحابية رضي الله عنها فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك أي إذا كان عندك ما نستلف منك أعطنا سلفا من هذا التمر الذي لديك وسوف نرد لك يدينك حين يأتينا تمر خيبار أو من أماكن أخرى انظروا ماذا قالت هذه الصحابية قالت له نعم بأبي وأمي أنت يا رسول الله 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 في الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله انظروا إلى عب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفديك بأبي وأمي يا رسول الله عليك الصلاة والسلام فأقرضته فقد الأعرابي وأطعمه أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدم عليه من حقه ودينه أعطى العرابي حقه وزاد عليه فأطعمه ووجبه كأنه ضيف عنده هكذا كان عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب الحق كان للجميع أسوة حسنة لم ينهر هذا العرابي على خشونته علم الصحابة أن لا ينسوا الحسنة التي فعلها هذا العرابي قبل خشونته علمهم أن يكونوا مع صاحب الحق ويعالجوا طريقته الخاطئة بحسن الرد على المرء أن لا يستنصر لأخيه على باطل لقد تأثر الأعرابي وتغير موقفه بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسوله سلم عدل معه وقال له أوفيت أوفى الله لك أي أعطنتني حقي أرجعت لي حقي كاملا وافيا بل زدت عليه ودعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه شهادة من هذا الأعرابي الذي شهد عدل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس الله في أدب النبوة انظروا إلى أدب نبينا صلى الله عليه وسلم مع أن صلى الله عليه وسلم هو أروع إنسان في الأرض مع أنه صلى الله عليه وسلم هو خير الناس مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الناس ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا خير الناس لأنني أنا الذي رددت لك دينك لم يقل عن نفسه مادحا لم يقل أنا بل انظروا ماذا تواضع وعدل فقال أولئك خيار الناس أي أن الذين يوفون للناس حقوقهم هم خيار الناس صلى الله عليك يا رسولنا يا حبيبنا نتعلم من حكمتك ومن تواضعك ومن عدلك وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا قدسة أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع أي بلا خوف هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا قدسة أمة أي لا قداسة ولا طهارة لأمة لا تصون كرامة وحق الضعيف ولا قداسة لأمة لا تعطي الضعيف حقه دون أن يصيبه قلق وخوف الأمة التي تؤذي الضعفاء الأمة التي تقيد عليهم تضيق عليهم تمارس عليهم الإكراه وتماطلهم حين يطالبون في حقوقهم هذه أمة بلا قداسة ولا تنال الطهارة والنصر من الله سبحانه وتعالى ما أعظم وأروع أخلاقك يا حبيبنا يا رسول الله هكذا أعزائي كان نبينا صلى الله عليه وسلم عادلا إذ ينصر الضعيف ويقف معه كي ينال حقه في حدثة أخرى مماثلة كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أيضا يعني كان هناك دين حيث كان السلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منه سنا أي جمل صغير صغير السن جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ هذا الرجل في طلب حقه الصحابة تضايقوا منه فهموا ليوقفوه ويغلظوا عليه لسوء أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه لا تسجروه اتركوه وقال كلمة مليئة بالحق قال إن لصاحب الحق مقالها إن لصاحب الحق مقالها أي أن صاحب الحق هو صاحب حجة قوية لا تسكتوه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا له سنا فأعطوه إياه اشتروا له الجمل بنفس عمري الجمل الذي أقرضنا إياه وأعطوه إياه فقال الصحابة إن لا نجد سنا هو خير إلا هو خير من سنه يعني لم نجد لم نجد نفس السن نفس الجمل الذي أقرضك إياه ما نجد هو أفضل وأكبر فقال صلى الله عليه وسلم فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خياركم أحسنكم قضاءه يعني الذين هم أحسنكم قضاءا لديونهم هم الخير فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما اقترد هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا حيث كان حريصا على أداء الحق وزيادة ربما يستغرب أحد كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستدين من يهودي أو أعرابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع الناس يعيش بينهم لم يكن منعزلا في قصر ولم يكن كالملوك ملوك الدنيا كان بين الناس كان في مسجده يستقبل الناس لم يغلق بابه أمام الفقراء كان الفقراء يأتونه فالتجئون إليه يطلبون المساعدة منه فيحدث أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين عندما يأتي الفقير ويقول ساعدني يا رسول الله أنا بحاجة فيسأل رسول الله عليه وسلم الموجودين من يقردني من منكم يقردني كي يعطي السائل ويحدث أن يكون أعرابي موجود بين الحاضرين في المجلس فيقول أنا أقردك فيقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزائي هذا الأمر فيه حكمة بالغة من جهة أننا من خلال حدوث مثل هذه الحوادث تعلمنا أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق التي ما كانت لتظهر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدين فقط من الأنصار والمهاجرين ومن جهة أخرى ما كنا سنتعلم كيف هي الأسوى الحسنة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل في مثل هذه الحالات لو أنه لو أنه كان يرفض صلى الله عليه وسلم من استدانة في مثل هذه الحالات من الأعراب مثلا وقصر ذلك على صحابته المهاجرين فإن صحابته يراعون الأدب معه يخاطبونه بصوت خفيض يكنون له المحبة العظيمة لذا لن يتكلموا ولن يطالبه بخشونة كما فعل الأعرابي لذا كانت طبيعته هذا الأعرابي الجافة كان يتعامل بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه واحد من الأعراب الذين معهم يخاطبه كما يخاطبهم يعاتبه كما يعاتبهم هكذا في مثل هذه الحوادث أراد الله سبحانه وتعالى أن تحدث لنتعلم منها لنتعلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم نتعلم كيف كانت أخلاقه وأيضا لتكون شاهدا على أخلاقه وعدله وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عادلا مع المؤلف قلوبهم حيث حدث أن وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الهدايا العطايا الكثيرة ولم يمزع للأنصار منها شيئا فشعر الأنصار بغصة وأنهم ظلموا فما هي هذه القصة وهذه الحادثة وكيف بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار أنه كان عادلا معهم جرت معركة حنين في العام الثامن من العجرة بعد فتح مكة كانت هذه المعركة شديدة على المسلمين حيث أن قبائل هوازن كانت قد اجتمعت ومعها قبائل أخرى بعد فتح مكة وقرروا الحرب للقضاء على المسلمين شكلوا جيش كبير من أجل ذلك وأجمعوا على المسير للقتال ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قرر أن يخرج بجيشه في منطقة بين مكة وهوازن يعني منطقة متوسطة بينهما منطقة بينهما لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إلى مكة وتقع الحربهم في مكة ولأن أعداد جيش هوازن كان كبيرا جدا لذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش معه المسلمين المهاجرين والأنصار الذين كانوا معه قبل الفتح وأيضا أخذ معه من أسلموا من قريش ومن باقي العرب بعد فتح مكة أي حديثي العهد بالإسلام وغيرهم من العراب المهم دارت دارت في ذلك الوقت محركة طائنة جدا حتى أن يعني في ذلك الوقت كاد أن يزلزل جيش المسلمين بسبب الكمائن التي كان جيش العدو قد وضعها بين البساتين وبين الأشجار المهم ما الذي حصل عندما خرج جيش العدو كانوا بكثرة وفاجأوهم فهرب قسم كبير من الجيش الإسلامي حدثت المعركة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه المعركة نادى قال قال تعالوا يا معشر المسلمين تعالوا فجاء جاء وعندما عادوا الله سبحانه وتعالى أنعم على المسلمين وهزموا هوازن في ذلك الوقت وتركت هوازن وراءها الكثير الكثير من الغنائم فما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الغنائم التي تركتها هوازن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم هذه الغنائم في الناس في المعتلفة قلوبهم في قريش وقبائل العرب ولم يعطي الأنصار شيئا مما فيها المؤلفة قلوبهم هؤلاء أي الذين قلوبهم مؤلفة يعني عندما أقول تأليف القلوب معناه استمالة القلوب جعل الألفة بينها إذن فالذين قلوبهم مؤلفة يشير إلى أناس قلوبهم مع المسلمين يعني ظاهرها مع المسلمين ويناصرونهم ويكونون لهم الاحترام لقلوبهم ما إلى إليها لا يظهرون ذلك مثلا عند قومهم لكنهم متعاطفين مع المسلمين متعاطفين مع الإسلام ومتعاطفين مع دولة الإسلام لكن ربما لا يعلنون ذلك أو ربما يكونوا من الحديثي العاد الذين لم يثبت الإسلام بعد في قلوبهم لم يعرفوا الإسلام لم يسمعوا عنهم فقط أسلموا بالإسم أو ميلانا للإسلام محبة به لكنهم لا يعرفون ما به من تعاليم وما به من أشياء أو ما زال إيمانهم غير مستقر إذن عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم العطاية في المؤلفة قلوبهم في قريش وقبائل العرب تضايق حي من الأنصار تضايقوا في أنفسهم وكثرت فيهم القالة يعني تفشى فيهم القول وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل قومه علينا لأنهم قومه وصل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم جمع هذا الحي وخطب فيهم خطابا مؤثرا فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به أي جئتكم وأنتم كفار وأنتم لا تعرفون الله تعبدون الأصنام تسجدون للأصنام ضالين فهداكم الله سبحانه وتعالى به قال الأنصار بلى يا رسول الله ولله الفضل والمن وقال لهم وكنتم متفرقين فألفكم الله به أي كنتم متفرقين لا تجتمعون على كلمة تتقاتلون بين بعضكم البعض الحروب بينكم دائما فلما جئتكم توحدتم صرتم على قلب واحد تحت راية واحدة تحت الإسلام وكنتم عالة فأغناكم الله به أي كنتم فقراء كنتم عدم ولكن تحسنت وضعكم وتحسنت ظروفكم المعاشية كثرت أموالكم وتجارتكم وزراعتكم وبارك الله لكم بمجيء إليكم فقالوا لله ورسوله المن والفضل بعد أن ذكرهم نبي صلى الله عليه وسلم فضل مجيئه عليهم أن هداهم الله ألف بين قلوبهم وأغناهم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فسكت الأنصار سكت ينتظرهم أن يردوا عليه لكنهم لم يردوا سكتوا لأدبهم مع رسول الله فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لا تردون على كلامي لانظروا أدب الصحارة انظروا أدب الأنصار لكنهم كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن وسكت فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا فصدقتم وصدقتم أي لو شئتم لقلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك كذبك قومك ونحن الذين صدقناك أتيتنا مخذولا فنصرناك أتيتنا وقد خذلك قومك ولم يقفوا معك ونحن الذين وقفنا معك برجالنا ونسائنا وفتحنا لك أبواب بيوتنا وجئتنا طريضا فأويناك كنت هاربا من مكة كنت هاربا من قومك ونحن فتحنا لك أبواب مدينتنا فاستقبلناك وكنت عائنا فأغنيناك أي كنت فقيرا خرجت من مكة بلا شيء تركت كل شيء وراءك ولكن بمجيئك إلينا أصبحت غنيا لكنهم ما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنوا عليه ولم يذكروا فضلهم عليه ولم ينكروا له الفضل بل قالوا ولرسوله المن والفضل إذن هذا فضل منك علينا يا رسول الله هذا فضل من الله أن أتيت إلينا وكرمتنا بمجيئك وباركت مدينتنا فقال لهم صلى الله عليه وسلم أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما يعني أحزنتم أيها الأنصار من أمور دنيوية مثل الشاة والناقة أعطيتها لأناس حديث عهد بالإسلام أو أناس تميل قلوبهم للإسلام وللمسلمين ووقفوا مع المسلمين في هذه الحرب أناس كريمين في أقوامهم أكرمتهم أناس عندما يروا كيف يقف المسلمين معهم يتثبتون أكثر يميلون أكثر يقولون كما قال أحد الأعراب عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدها أتعطيني إياها قال خذها هي لك فذهب إلى قومه مسرعا قال آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وقال لهم أما أنتم فقد وكلتكم إلى إسلامكم أنتم يا معشر الأنصار أنتم الإسلام دخل قلوبكم أنتم دخل جذور قلوبكم الإسلام أنتم الذين وقفتوا معي في المواقف العصيبة وقال لهم أترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير أي بهذه الأمور التي أخذوها أما أنتم فتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلكم أي ترجعون بالنبي وهو راض عنكم فتفوزون به فوالذي نفس محمد بيده لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لا سلكت شعب الأنصار قال صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار الشعار أعزائي هو ما يلبس اللباس الداخلي الذي يلاسق الجسد والدثار هو ما يلبس فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أنتم الأقرب إلي كما الملابس الأولى التي يلبسها الإنسان تكون ملاسقة لبدنها فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبقى القوم حتى خضلوا لحهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا هكذا علجهم النبي صلى الله عليه وسلم علجهم من القلوب وأشعرهم بأنهم متقاربون مع نبيهم قريبون منه وأنهم كجسد واحد وأنه لم يكن عطاءه لغيره تفضيلا له عليهم تفضيلا لهم عليهم بل تأليفا للقلوب وأنه ما أتيتم من مال وجاء لابد أن يستفيد منه غيركم أيضا وأنتم فزت فزت برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم عدل بطريقة مؤثرة مع الأنصار أيضا المؤمنين به فزاد الجميع إيمانا وتثميتها اللهم زدنا ثباتا وإيمانا وتمسكا بك وبرسولك اللهم زدنا معرفة بالسيرة المطهرة لنبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أعزائي المشاهدين إخوتي وأخواتي أسأل الله تعالى لي ولكم أن نتخلق بأخلاق نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أو استودعكم وعلى أمل لقائبكم في حلقة أخرى عن الأسوى المطهرة لسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجل الله واليوم الآخرى وذكر الله كثيرا